الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق الداء وأنزل الدواء وصلى الله على نبينا محمد القائل إذا سمعتم بالطاعون في أرض وأنتم داخله فلا تخرجوا منه وإذا سمعتم به وأنتم خارجه فلا تدخلوا إليه الحمد لله الذي حارص على الأجساد حارص على النفوس حارص على الأموال حارص على الأعراب فكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ها هو الداء قد تفشى وانتشر وكثر انتشاره فينبغي للمسلم العاقل أن يعي خطورة الموقف وأن ينتبه إلى نفسه كي لا يكون سببا في وفاة عزيز عليه فكم من أبناء كانوا سببا في وفاة آبائهم وهم لا يقصدون كم من عزيز فقدناه بسبب تساهل بعض الناس فعليكم إخوان الكرام ونحن قد رأينا أن الأمر قد اشتد مرة أخرى أن ننتبه إلى أنفسنا فنأخذ بأسباب الوقاية وهي من ديننا فالمصافحة نبتعد عنها نحرص على التباعد ما استطعنا إلى ذلك سبيلا نحرص على جميع أسباب الوقاية وكل ذلك إن شاء الله سيكون في ميزان حسناتنا إن نحن حافظنا بذلك على من نحب فقدنا علماء فقدنا أعزاء فقدنا أقارب فقدنا صالحين ومصلحين فقدنا من نحب من جيران فقدنا من من يصلي الصلوات الخمس في بيوت الله فقدنا من كان يصيح في الناس بعلى صوته وهو قوي البنية فقدناهم جميعا بهذا الداء فانتبهوا إلى أنفسكم يا رعاكم الله ولا تكونوا سببا في انتشار هذا البلاء نسأل الله أن يرفعه وأن يكف شره عنا يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين